خلينا بقى نروح دلوقتي للأهلي والنهاردة زي ما حضراتكم عارفين بيواصل الأهلي مبارياته في الدوري الممتاز ومباراة مهمة جدا مفيش مباراة يعني اعتقد لسه الأهلي يعني حيواجهها إلا وحنقدر نور عليها في غاية يعني الاهتمام وصعبة مش هنقول برضو غير مباراة صعبة طلاقع الجيش حيكون الماتش النهاردة على استاد الجيش بي السويس حيكون ضمن منافسات الجلوة الواحد وثلاثين من البطولة مسماني بقى أعلن القائمة خلينا نقولها لحضراتكم القائمة جاء فيها محمد الشناوي علي لطفي حمز علاء محمود وحيد أحمد رمضان بيكهام رامي ربيعة ياسر إبراهيم محمود كهربا حمدي فاتحي مروان محسن أيمن أشرف حسين الشحات أليو ديونج محمد مجدي أفشا صلاح محسن علي معلول أكرم توفيق والتربوليا طاهر محمد طاهر جونيور أجايي محمد هاني وأحمد نبيل كوكا يعني بالتوفيق إن شاء الله للفريق وزي ما حضراتكم عارفين الأهلي يعني بيحتل المركز الثاني حاليا برسيد 68 نقطة نتكلم من طلاقع الجيش هو بيحتل المركز الثامن وسبق أن هما تواجهوا مع بعض تحديدا في 30 مباراة سابقة واستطاع خلالهم الأهلي أن هو يفوز في 25 مباراة ويتعدلوا في 5 وما فيش أي فوز كان يعني من نصيب طلاقع الجيش حنرجع نقول تاني أكيد مباراة في غاية يعني الاهتمام ويا رب إن شاء الله نفوز وإحنا زي ما تكلمنا إحنا وعندناش رفاهات قابلا من التعادل فكل التوفيق بإذن الله وثقين في المدير الفني وثقين أكيد في العيب